انه الامن القومي المصري في خاطر خلينا نتحدث عن الامن القومي المصري من منظور وزوايا مختلفة مع ضيفي سيادة لواء خالد مطاوع خبير الامن القومي اهلا بحضر اهلا وسهلا انا بس عارفة انو خالدت في الاول حابب تعلق على الحادثة اللي كنا نتكلم عليها في الفقرة اللي فاتت الخاصة بالاستاذ اسامة اللي قتل بالامس في دمياط في دمياط في مسيرات الاخوان اتفاضل يعني في الحقيقة احنا عايزين نوضح بس ان المشهد ما كانش كما سردوا اخوه هو الوضع ان كان فيه مجموعة بتنظم لاخراج مسيرة من احد المساجد في دمياط وفيه مجموعة من الاهالي عالمت بهذا التنظيم وابتلت ان هي يجمعوا بعض وابتلوا ان هم يمنعوهم من الخروج في المسيرة وعدم الانتشار في شوارع دمياط وبالتالي حدثت مواجهة بين اللي بيمنعوا المسيرة واللي هم بينظموا المسيرة وفعلا انفضت المسيرة وطبقا لما يتردد فيه دمياط ان اثناء عودة المجموعات كان فيه احد العقارات مملوك لاحد العناصر الاخوانية او احد الرموز الاخوانية في دمياط ابتلوا يرموا توب وزجاجات فارغة على الناس اللي في الشارع ولكن في حقيقة الامر احنا مش عارفين هل اللي كانوا ماشيين من ضمن اللي كانوا عايزين ينظموا المسيرة ولا كانوا من ضمن اللي معارضين للمسيرة والموضوع ده بتمرسه جهات التحية احنا ما نقدرش ان احنا نترك الموضوع او حتى للمتجرة بأي طرف من الاخ وبالتالي خلينا نستنى شواء ونشوف التحيات هتقول لي ده دي جريمة قتل هتبحثها الجهات التحية ولا قتل خطأ شو في حضرتك ده مش قتل خطأ ده مش قتل خطأ لان ده في عملية القاء او بوات او زجاجات او حجارة على احد المرة وبالتالي هنا بيكون في عملية صبق اصرار هل في حالة الفوضى اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هل الحقوق بتضيع؟ يعني بتبقى مش عارف اللي ماد ده تبع لنين يعني حالك بتقول لي انه حتى ربما الله اعلم انه يكون مكانش ضدهم انه يكون ماشي معه مظاهرات مؤيدة للاخوان ربما حيك ما تبقى رش تقول لي ان الحقوق ضيئة وفي نفس الوقت انت ما بتعرفش اللي ماد ده مات وهو بيعمل ايه وما تبقاش عارف حتى مين اللي قتله شوفي حيك خلينا نحط اساس في الاول ان اي شخص بيقتل لابد ان يبحث كيف قتل حتى لو كم الاخوان اما ليه الجسس بتروح المشرحة وبيقض الصفة التجرعية وادات الجريمة وادات الاداء اللي استخدمت في القتل والكلام ده كله اصوه مش معنى انه في حد ماشي حتى في مسيرة مؤيدة انه يعني يتحكم عليه بالاعدام يعني فيه طرح تانية لا 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 هي لا ترقى عقوبتها الى الاعدام الا لو هو الا لو هو يعني اقدم على فعل من شأنه انه ازهق روح اخر ده موضوع تاني هنا هنا بقى بتطلع من جريمة مخالفة قانون الحق في التظاهر الى جريمة ارتكاب جريمة قتل وبالتالي هنا بتخش بقى انه ممكن تصل عقوبتها للأعدام لكن مش عشان يبقى واضحين مش مجرد السير في مزارة وانتهاك او انتهاك قانون الحق في التظاهر ده معنى انه ده ترقى جريمته الى عقوبة الاعدام او عقوبة المؤبد وهناك نصوص القانون منصوص عليها ولكن اذا اقترف الشخص يمكننا نكون تقصد بالاعدام ان هو يقتل يعني هو مش مبرر انه حد ماشي في مسيرة فيقتل لا طبعا وعايزين كمان نكون واضحين احنا عايزين نخرج من اطار ان احنا بنعمل بعض هناك مؤسسات هناك جهات امنية مسؤولة عن التعامل ده حريكي قصدك انه ما يبقاش فيه يعني جمهور او مجموعة من الناس ما ده يقضنا ان احنا نقول ايه معه هنا حضرتك الهدف بيبقى واحد انا ماشي في مسيرة وبالتالي انا بزود لهم العدد وبالتالي انا هو بدي لهم فرصة انه لو عايز يرتكب جريمة يتاجر بيها هيتني جوه والجرائم بتاعتهم كانت من قبل كده بتزمت الكلام ده في الحرس الجمهوري وفي رمع العدوية وفي كلام ده كله هو بيستغل العناصر اللي هو عارف انها لا تتبعه وبيرتكب ضدها جرائم عشان يتاجر بيها وعشان يسوقها داخليا وعالميا وبالتالي انا مدلوش الفرصة دي انا ايه اللي خليني ان انا اروح امشي معاه في مظاهر ايه اللي خليني ان انا اتفرج عليه هو ماشي في مظاهر ما هو بيعتمد على على فكرة حيك هو يعني من ضمن حاجات حرب اللي هي عنف ان انا امشي وابتلي اجمع ناس المظاهرة مش مقصورة على المنظمين لها للأسف شديد من ضمن ادوات الحرب اللي هي عنف هي المظاهرات والمظاهرات ازاي اكبرها ان انا ابتدي اعمل كتل بشرية طول ما نماشي اللي هو يبتدي يشاور للناس اللي هي تنزل يبتدي يقول شعارات الناس تتعاطف معاها يبتدي ان هو يجذب فئات معينة فئات مهنية معينة فئات طائفية معينة للحشد بتاعه يبتدي يكبره بحيث ان هو لما يوصل لنقطة معينة يبقى هذا الحجم كبير وبالتالي حك جهات الامنية النهاردة او وزارة الداخلية على وجه التحديد بتبقى رزة للتحركات اللي هتتم في كل مسيرة وبالتالي بتبقى مجهزة لها عدد القوات اللي هتتناسب معاها لان حك خلينا واضحين عشان بس يعني الفقرة اللي قبل كده كانت فيها ان الداخلية ما بتعملش حاجة لا الداخلية بتعمل مجهود كبير جدا الداخلية عاملة انجازات كبيرة جدا الداخلية حيك النهاردة اظن احنا كل واحد فينا يوم الجمعة او في اي يوم بيفتح تليفجين بيشوف في مزاهرة في تعامل من قوات الامن طب بقولهم منين في معلومات في اجهزة معلومات شغالة طبعا هو بس توضيح انه كان الاعتراض من ضيفي في الفقرة اللي فات لأستاذ خالد داود على فكرة السياسات الامنية الخاصة بوزارة الداخلية ويمكن ده سؤال كمان عايزة اواجهه لحضرتك فكرة انه من بعد حوادث التفجيرات الكبرى اللي حصلت في المنصورة وفي مدرية امن القاهرة بقى فيه رقابة اشد وتأمين اكبر بالنسبة للمؤسسات الشرطية لكن هناك غياب لتأمين الافراد وبالفعل الافراد دلوقتي اصبحوا كبر ثابت يوميا انه موتوسيكل بيعدي امين شرطة ضابط في بورسعيد في اسماعيلية في الجيزة وللاسف انه هذه الطريقة بقت اسهل بالنسبة للارهابيين وبتحقق لهم على الارض بتحقق الهدف بتحقق الهدف المطلوب بشكل اسهل وبطريقة اسرع فهل دا كمان نوع من التقصير فكرة انه مش بس علينا نحمي المنشآت لا كمان علينا نحمي يعني رجال الشرطة شو يا حك خلينا ايه واضحين عشان اصل التعميم مش هيحل الموقف انا مقدرش اقول ان وزارة الداخلية رجعت بنسبة بقدرة قدرها 100% دلوقتي وزارة الداخلية وصلت في يوم من الايام في مصر الى ان قدرتها كانت zero النهاردة انا اقدر اقول ان في بعض القطاعات في وزارة الداخلية وصلت لمعدلات قد تصل الى 85% من القدرة على التعامل وعلى الاداء ولكن هناك بعض القطاعات ما زالت لم تصل الى هذه القدرة ما زالت ممكن نصنفها 50-60% ودي في الحقيقة نسبة منخفضة في ظل الاجواء اللي احنا عايشنا احنا لما نيجي حضرتك نراجع الاحداث اللي حصلت الاسبوع اللي فات ده على وجه التحديد هنلاقي ان اغلب الاستهدافات كانت رجال مرور صحيح ما هو برضو الطرف اللي بينفذ ده ما هوش يلا يا جماعة احنا ننفذ النهاردة نزل نستطلنا اتنين ثلاثة لا هو عارف وراسد وشايف اللي هو قتله ده هو مرأبه يعني مش بشكل عشوائي وبالتالي هو عارف عارف ان الرجل ده تسليحه لن يتناسب مع التسليح اللي هو يتعامل معه عارف ان الرجل ده ملخوم في اداء وجبات ومهام اخرى لا يعيره انتباه ان هو يأمن نفسه الرجل بتاع المرور ده يعني واقف في الشارع همه ان يفك ازمات مرورية انه معه هو شلاح اصلا هو غير مسلح حتى لو مسلح حضرتك هو مش أمه انه هو يعني حتى السلاح اللي معاه لو افترضنا هو مش مؤهل انه هو يتعامل بالسرعة انه هو كرد فعل على الحدث لا مش واحد اخوانا يعني ده واحد ده ضابط مرور ده ضابط مرور ما بيكونش كمان تابع لوزارة الداخلية يعني ما بيعتبرش جهة امنية بيعتبر جهة ادارية جهة تنظيمية في الدولة وبالتالي لا احنا احنا ظلمينهم معنا طيب ايه الحل الحل ان انا عندي جهاز معلومات جهاز معلوماتش غير كويس قوي حضرتك احنا كان بيتهم يمكن انا سمعتها وانا قاعد قبل ما خوش ان التهم الملقاة على وزارة الداخلية او على وزير الداخلية وان ده فشل لا انا مقدرش احسب اداء الامن في ظل مواجهة مواجهة الارهاب بهذا القدر انا محسبش هو ايه اللي قدر الارهاب ان هو ينفذه احنا عدنا حضرتك في التسعينات او ايه اللي قدر التسعينات والثمانينات احنا عندنا في التمانينات رئيس جمهورية قتل في ظل كان وقت اجهزة وزارة الداخلية كانت من حديد في التسعينات اكم واكم من العمليات كانت بيشهد لها العالم كله انها مصنفة من ضمن الاجهزة القوية على مستوى العالم في مكافحة الارهاب لكن انا اقدر ان انا اقول ايه ايه الحوادث اللي قدرت تمنحها وزارة الداخلية وعلى الاساس ده اقيس كفائتها او ودى كفائتها معدل بالزبط يعني حكي لو بالقياس بقى فيه دكتور بيعمل عملات قلب مفتوح عمل مئة عملية ونجحت وعملية فشل هل ده معنا ان الدكتور ده فاشل هناك عوامل كثيرة جدا ممكن تؤثر في الموضوع وهناك مؤثرات كثيرة الطرف اللي عايز ينفذ ده اتجاهه ايه انا كنا عارفين ان هما بيستهدفوا 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 لكن حاكي الهدف بيبقى عام هو بيبقى عنده مجموعة اهداف هو عمل لها رضا وبزبطه ده اللي انا قلته انه بيختار بقى بيقدر ينفذه ايه او بتحقق له قدر من النجاح في طريق عمله وهو ان هو يضرب الداخلية اللي هو هي بينافذه ومعناوي بينافذه على طول حارك بتقولي انه الحل هو انه عمل اكتر لجهاز المعلومات عشان يبقى عندنا معلومات استباقية تساعدنا في تلاسة وبالفعل حضرتك جهاز المعلومات اجهزة المعلومات جهاز الامن الوطني هو جهاز المعلومات شغال بكفاءة عالية جدا والدليل على كده حضرتك احنا لو حسبنا دهلية مدارية امن الدهلية مدارية امن القاهرة محطة بحوث في الدقي حجم وزن العبودي كل يوم عندنا العشرات من الأخبار لا يزيد عن طن ونص لكن تعال بقى وزن العمليات اللي اتماسكت في مهدها في عقرها في أوكرها قد ايه تفوق اللي 18 طن يعني 18 ألف كيلو دي كانت معدلة للاستخدام كم العناصر اللي اتماسكوا في أوكرهم ومعاهم أسلحة ومعاهم أجهزة ومعاهم معدات لاستهداف الشرطة أو الجيش أو حتى المدنيين ما احنا كان عندنا في سينما رادوبيس دي كانت نستاذف ايه حضرتك مدنيين وبالتالي العملات اللي نفذتها وزارة الداخلية دي دي مش عملات نجحة والقنابل كلها كم القنابل اللي بتبطل وبيتم التعامل معاها وفي الحقيقة حقيقة احنا هنا لازم نحيي رجال الحمال مدنية ده أداء يعني أنا مش شفتوش في أي حيثة في العالم ان ده عاملين زي النحل حقيقة لازم نبقى عارفين كمان رجال الحمال مدنية ما هم دي دول زوية خبرة نذرة على مستوى العالم صحيح تمام ومش خبرة بس يعني خلينا برضو نبقى واضحين مع نفسنا احنا كلنا خدنا فرق مفرقات بس مين اللي بيتعامل مين اللي قدر يتعامل يعني مين اللي قادر ان هو يتعامل وبعدين خلي بالحيك من حاجة الاساليق تطورت وبقت حديثة جدا ده الناس دي ممكن هو بيفك الأبوة تنفجر فيه وبالتالي حيك خلينا يعني نكون أدق مدارية أمن القهيرة اذا كانت أخر تنفيذها عشر دقايق كان هيكون إصابتها أكتر وكان هيكون ضحاياها أكتر ليه لان كان هيبتدي دفعة بعمل بعنصة لتحميل مدنية للتعامل مع الأبوة مع السيارة وبالتالي كانت هتنفجت وبالتالي كانت هتنفجت وبالتالي كانت الضحايا هتكون أكتر تمام أنا عايز أقول برضو حاجة حقيقة ودي محدش ممكن عرفها ولا حد تكلم فيها حجم الضمار اللي كان فيه مدرية أمن القهيرة أقل بكثير من حجم الأبوة ايه اللي حصل حضرتك اللي حصل ان قبل الاحتفالات تم محاو وبعد طبعا استهداف مدرية أمن الدقالية تم محاصرة جميع مدريات الأمن بكتر خرصانية اللي هي عاملة كده حقيقة هتلاقي ان الأبوة دي ووزنها لو كانت الموجة الانفجارية بتاعتها اشتغلت صح كانت قصة المدرية لكن اللي حصل ايه نتيجة ليه وجود ساتر خرصاني تمام هو اه طبعا للأسف ان هو قصير بس اللي حصل ايه حضرتك انه نوجه الموجة الانفجارية للصاعد وبالتالي خدت الوجهة بتاعت طب الحمد لله فالحمد لله يبقى اذا حكا فيه برضو اجراء هنا فيه اخطاء فيه اخطاء انا خدناها دروس مستفدة انا اخدها دروس مستفدة وبنتعامل معاه والدليل حضرتك ان الغيطة النهاردة هو مقدرش يعمل عملية كمان بالحجم ده طيب ده فيما يخص الامن القومي لجوه يعني لجوه الارض ماذا عن الحدود ماذا عن اللي بيحصل حوالينا في الدول العربية في سوريا في اليمر في العراق في السودان في ليبيا كيف يؤثر علينا شوفي حقيقة احنا قدرنا اصبح ان احنا محاطين بتهديدات عديدة احنا عندنا اربع مصادر للتهديد او خمسة خلينا نقولهم المصدر الاولاني ان هناك اتجاه عالمي لتنفيذ ما يسمى بمخاطط الشرق الاوسط الكبير وقف هذا المخاطط كان فيه ادوات مساعدة طيب هل هنا تصور المفكر الذي يريد ان ينفذ الشرق الاوسط الكبير بقيام 30 يونيو وعزل الاخوان خلاص قاله بالصفحة وخلاص قالك احنا هنقفل على الموضوع ده مش هنتكلم فيه تاني لا هناك بدائل عنده وهيمشي في خطة بديلة ايه بقى البدائل البدائل حيك هو لسه لازم يدرسها لان هو كان ماشي قريدي في خطة البدائل حيك هو الضغط على مصر هو محاصرة مصر هو انهاك مصر وبعدين تمام وبالتالي حضرتك ييجي لحد ما ييجي النظام يقدر يسمح بشرق الاوسط الكبير اللي هو ايه نظام شرق الاوسط الكبير كان النظام الاخوان ما هو حيك هو بيبحث النهاردة عن نظام بديل مين اللي هيجي لازم يكون ليه ولاء ولازم يكون ماضي ولازم يكون فاهم ولازم يكون احنا عندنا حيك قضية تخابر بكرة قضية تخابر البكرة دي بتتعامل في ايه بتتعامل في كل الكلام ده وبالتالي حضرتك المخطط ده لن يثنى عنه وخلينا نأكد أن جهاز المخابرات المصري عمل قومي مصري عربي كبير جدا لأنه حمل منطقة بك كامل من هذا المخطط المخطط ده حيث هو مخطط إيه؟ مخطط تفتيت المنطقة إلى دولات صغيرة ضعيفة رغم أنه المنطقة حولها بتتفتت يعني العراء وضع اليمن إحنا الغايد دلوقتي عشان بس من يعني لنا نتخطى حدودنا في أن احنا نقيم تجربة على أنها هذا المخطط اليمن حضرتك هو ده تقسيم إداري ده فيدرالي يعني كلهم يتبعوا الدولة المركزية بس مش دي البدايات؟ ولكن حيث هو خطورته أنه إثني أو عرقي نعم وبالتالي هنا بيعطي مساحة للمد الشيعي أنه يبقى لي كيان جغرافي موجودك هذا كيان الجغرافي هو النواة لأشياء كثيرة للاستقلال نواة للنزاع على السروات نواة حاجات كتيرة قوي وبالتالي حضرتك هل هذا التقسيم هيؤثر في هذا الموضوع؟ احنا لازم أن احنا نعمل على أنه ما يروحش الاتجاه ده دي لعبتنا يعني احنا مش بس مطالبين بأن احنا نهتم بشؤولنا أو بفكرة إبعاد خطة التقسيم عن مصر ده احنا كمان مطالبين بأن احنا متابع اللي بيحصل حوالينا وندفع عنهم بعيدا فكرة التقسيم حقيقي الأمن القوم المصري يمتد من جبل طارق إلى باب المندق انت حقيقي لما كان بيتخطف سفينة فكان ده بأسرع أمن القوم بأسر ليه؟ لأن أنا عندي قناة السويس قناة السويس مو أصبح الترافيك فيها نسبة مرور السفن هتقل لأن فيها تهديد تحت وبالتالي أنا كنت لازم أن أخذ إجراءات وبالتالي لازم أخاطب المجتمع الدولي وبالتالي لازم نشوف مين هيكون موجودة قوات اللي هتشارك في تحت علشان تأمن الموقف ده علشان ما تأثر ليش على قناة السويس وبالتالي حضرتك قناة السويس هتقل لها حجم الاستثمارات هيقل وأكم بقى من العواقب حضرتك اللي هتيجي عليها وبالتالي أنا الأمن القومي بتاعي أتمثل فيه حضرتك أمن القومي بتاعي دي محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور اقتصادي ومحور بيئي ومحور ثقافي ومحور ديني وجغرافي الأمن القومي حقيقي هو الأمن بمفهوم الشامل طب ازاي برضو يعني انا عايزة حركة تبسطها لي وتفهمها لي انه ازاي يكون كل الدول اللي محيطة بمصر في المندقة كلها في حالة يا اما حالة حرب يا اما في حالة تقسيم يا اما في حالة رزعات مسلحة يا اما يعني مفيش اي استقرار في كل الدول اللي حوالينا وكلها تقريبا مخططات التقسيم او مخططات الفوضى بتجري على قدم وسقف في ظل كل ده ازاي يعني نتلاشى انه كل ده يعود علينا بشكل او بمردود سلبي وخاصة وانه كمان كل الاسلحة اللي بتدخل بتدخل لنا مرة من الجنوب ومرة من الشمال من السودان من ليبيا من غزة ومرة من الشرق ومرة بالضبط من الشرق ومن الغرب يعني كل ده اثر علينا بالفعل مش لسه هيؤثر شوفي حيك احنا الاول لازم نؤكد على امننا الداخلي وبعد كده حيك انا مينفعش يكون بيتي في علة او في مرض معين صحية وابتدي احط برا لا دي دي من ضمن الاخطاء الشائعة اللي احنا كنا بنفعرض لها من قبل احنا كنا عندنا علة لو كنا بروح نحارب في دول تاني لا انا الاول بهتم ولذلك حيك الاستراتيجية المصري انا مهتم مبارح لما ليبيا كان فيها موقف كده على طول سيدة مشير رفع السماعة والطمن تمام فيه ايه تمام ليه حضرتك من عايزة تطمن الوضع ايه انا يهمني على فكرة حيك احد العوامل المهمة ابقي على هذا الوضع على اه لا يسير في اتجاه الاسوء ولا يسير في اتجاه الافضل تمام في هذا الوقت خلينا مهتمين الاول بشأننا الداخلي ولكن هناك مؤسرات خارجية ما اقدرش بقى ما تعملش معها بالزبط انا بتكلم على المؤسرات اللي ما ايه فعلش معه ملف المية ملف المية لازم امش فيه بالتواسي لان انا عندي تهديد في الجنوب في مصادر في منابع النيل ان انا مية ممكن حسرتها اتأثر تمام لا مش حسرتها بس اتأثر ده انا حسرت المية اتأثر وبالتالي اتأثرلي على الطاقة اللي عندي على كل حاجة بعد ذلك تمام وبالتالي كل حاجة اتأثر طيب وانا عندي مشروعات تلمية ده الاراضي دي هنام فيها ايه والاراضي والمشروعات الاستثمارية الزراعية دي هنام فيها ايه والتوسع اللي لازم يتواكب مع الزيادة السكانية اليومية تمام ده هنجيبه هنقضيه منين هنوكله منين طيب يبقى اذا ملف المية ده حضرتك ده ملف حساس جدا ملف قومي جدا ملف بالغ الاهمية ما قدرش اجيله تمام ما قدرش اقول ايه اصلا هوقف قوات و همنع التسلل و همنع التاريب والكلام ده كله هنا انا ممكن هنا بقى حقيق ايه وبالتالي خلينا نواضحين فيه اشياء تستلزم ان انا امن الحدود وفيه اشياء انا لازم اخرج برا الحدود بتاعتي ملف المية احدى زي الاشياء اللي انا لازم اوصل الله لازم اوصل وحق على فكرة هناك حلول كثيرة بس مش البدائل لا انا حقي في المية دي و ده حق تاريخي الفراعنة وصلوا ليه اثيوبيا لتأمين ما نبع نيل وبالتالي احنا مش هنعرف نعملها لا احنا نعرف نعملها كويس بس هناك اطارات بقى وهناك اتجاهات وهناك خطوات تصعيدية انا ممكن اعملها وان انا ادول القضية دي على فكرة حضرتك احنا مقررين احنا مقررين لانه لا يتوجد محاكم دولية مختصة بفكرة تنزعات على المياه لا حقيقة احنا فيه اتفاقية بيننا فيه اتفاقية بين دول البحر الابيض المتواصل اذا اختلفنا عليها دينا ان احنا نخرج برا ودينا ان احنا نصعد الموقف الى الامم المتحدة والى مجلس الامن ها الروسيا ممكن يبقى لها دول في الفترة القادمة خاصة وانه من ضمن مباحثات السيسي وبوتن انه قد يكون فيه تدخل روسي باي شكل ومساندة للموقف المصري فيما يخص سد النغط هو طبعا احنا عارفين حقيقة ان روسيا لها تأثير على اثيوبيا وبالتالي احنا بنشوف النهاردة مين اللي له تأثير قدام التأثيرات الاخرى المضادة الا على اثيوبيا روسيا احد هذه المؤسرات اللي احنا لازم نلجأ ليها وده نوع من التصحيح انا بالجأ انا الغاية دلوقتي حاجة احنا اتأخرنا في ان احنا نصعد من الاول احنا عادنا حضرتك سنتين وقفين ما بنصعدش الموضوع مهتمين بلقاءات وزيارات وكلام ده كل واثيوبيا كانت في الحياة متعنتة جدا وما زالت وما زالت متعنت رفضة لجنة فنية رفضة مشاركة رفضة اي حاجة يعني حتى وصلنا نتعرض ان الاستاذ ده ممكن يبقى فيه تمويل بالمشاركة في تمويل ولكن مجموعة سودود بحيث انها ما تأثرش انت لك الحق في انك انت تحصل على الكهرباء وتحصل على الطاقة من المياه اوكي بس ما لكش حال ان انت تمنعني المياه ودي نقطة معترفة بيها دوليا شو بي حقيقة الممرات المائية والانهار المشتركة وكان دي تحكمها معادات دولية ما هي احنا كون ان احنا وصلنا في اطار نحنا نحترم الجوار ونحترم العمق بتاعنا ما هم دول عمقنا على فكرة لا يعني ان احنا هنتخلى عن هذا الوضع احنا هنصل الحلول فيه ومش بدايل لا انا ما يتقوليش روح قد من نهر الكونجو ولا اعمل مش عارف ايه ولا احلم يا البحر انا عمل بدايل دي ازود حصيتي لكن انا حصيتي اللي عندك هكود وعلى فكرة حضرتك خلينا نقررين ان مصر منابع النيل بالنسبة لها خط احمر صحيح خط احمر على مر العصور كلها الجيوش المصرية حضرتك عمرها ما تحركت عشان تغزوا حد ولكن تحررت عشان تحركت عشان تحرر ارضها وبالتالي بتحرر ارادتها انا ما اقدرش يبع عندي شعب عشان واردته غير حور صحيح حضرتك يمكن السؤال اللي دايما كان بيطرح فكرة انه لماذا تأخر المشير السيسي في الاعلان عن الانتخابات الرئاسية بما اننا بتتكلم بقى على قضايا الامن القومي وانه الحلول النهائية او استقرار الوضع لن يتأتى الا بوصول رئيس الى الحكم واستكمال خريطة الطريق هل يجب تقولي انك عندك تفسير مختلف يمكن عن التفسيرات التي قيلت عن فكرة لماذا تتأخر المشير السيسي في الاعلان اذا كان سيترشح او لن يترشح لانتخابات الرئاسية شو هيك خلينا واضحين يعني ونتكلم بحقيقة يعني انا مش عايز ان احنا نبالغ في موضوع او ننقص من حاجه ونديله نفس المقدار يعني من الاهتمام وطبعا ده موضوع رئيس مصر ده ده موضوع مهم جدا بالنسبان ده ده احد اهم البنود ده ده دلوقتي تاني بند من بنود خارطة الطريق احنا عملنا الدستور علينا الرئيس وبعد كده ببرلمان والحمد لله ونتبقى مصر تبقى ان شاء الله مستقرة وزي الفن طيب المشير في حقيقة الامر لم يحسم امره بعد ده ده معلومات ولا ده حضرتك اللي انا بقول الحاجة ده مؤكد لان ده 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 الواضح بالنسبانا الواضح بالنسبانا ان هو لم يحسم امره بعد فعلا وليه حاجة لانه هو راجل بيفكر راجل تفكير واستراتيجي مش طب حاجة في حاجات شكلية انا هعلن ليه دلوقتي هو باب الترشح فتح هو قانون الانتخابات اللي انا هرشح نفسي على اساسه اعدل واقر ما زال يبقى اذا حاجة تصرع في اعلان الترشح ده عبارة عن شوء اعلاني وعبارة عن ان انا بسابق نفسي بسابق نفسي انا النهاردة بسابق نفسي انا بجري نازل سباق مع ناس بس الاول بنزل سابق نفسي هي المشكلة فكرة الضغط علي انه يعلن ترشحه ولا لا لانه مش عارف حالك بتتفق مع ده ولا لا انه في ناس شايفة انه البدائل قليلة وفي ناس تانية شايفة انه البدائل معدومة لا لا في بدائل حيث كتير جدا وخلينا نقول من اولها زي ما اتفقنا ان مخطط الشرق الاوسط الكبير هو مخطط وله بدائله ايضا الموضوع الترشحات ده ومصر تسير وفقا لخطة استراتيجية ولها بدائلها ايضا يعني حاك احنا محدش يقدر يقول ان المشير السيسي من يوم 30 يونيو هو عينه على نوع برئيس لا ده ما بيقولش كده غير ناس مش فاهم حاك طيب ايه تانية حاك خلينا يعني يأخر ترشيحه ايه اخرج علان احنا في موقف لا يحتمل ان انا ده هو اللي بيدير العملية الامنية ومواجهة الارهاب طيب انا النهاردة عندي خلينا متأكدين تماما ان سندوق الانتخابات هو اخر مراحل اختيار الرئيس المصري احنا فيه توزونات كتيرة جدا حضرتك يعني ايه اخر المراحل يعني ده اخر حاجة بنوصل لها علشان نقول ان ده هيبقى رئيس جمهورية مصر العربية وفيه توزونات كتيرة جدا هل المشير هيفضل انه يبقى رئيس وفقا للدستور اذا ما اظن ان رئيس الجمهورية ليس له صلاحيات صلاحيات طليلة حتى رئيس الوزراء صحيح تماما وبالتالي طيب هل هناك رئيس بديل او حال هناك شخص ممكن ان هو يرشح ويلقى القبول وطبقا بقى للمزاج الشعبي ان هو ما يجناش من الطاري الاسلامي كمان ايضا لا احنا عايزين نتأكد من الحاجة الطاري الاسلامي النهاردة ما يهموش الرئيس وفقا لهذا الدستور يهمو البرلمان يهمو البرلمان لان هو لو نجح ان هو يصل لأكسرية في البرلمان لأكسرية ممكن يلففنا حوالينا في سنعة 20 سنة وده الخوف الحقيقي وده الخوف الحقيقي وبالتالي حضرتك الاحزاب السياسي اللي سايب نفسها وعملها بالتجادل في اشياء ليس لا قيمة يا عم انزل اعمل نفسك قاعدة جمهارية انزل شوف انت هتعمل ايه وهتحصل على ايه في البرلمان اعمل كيان لنفسك تقدر تخش في البرلمان هو كل حضرتك للأسف مستني الدعم مستني ان هو يمشي في ركاب من سيكون رئيسا حتى يكون حزب الرئيس او حتى يكون حزب الاكسرية